لانتخابات نمسا مكافحة الإسلام السياسي محاصرة اللاجئين تصعيب الجنسية حزب النيوز اتجه الإصلاح مكافحة الفساد والمحسوبية حزب الخضر يناقش الموضوع أو حملته الانتخابية بتتعلق بالمناخ التعايش والسياسة الشهية اللي بتشمل حماية الحيوان جودة الغزاء والتغذية المتوازنة للأطفال الحزب الاشتراكي التركيز عنده على القلب والعقل التلاحم والتفاؤل وبيتناول من خلال قضايا العمل والأطفال والنساء والمعاشات التقاعدية طلع علينا حزب الشعب وقال شعاره مكافحة الإسلام السياسي تعزيز إجراءات اللجوء وتصعيب إجراءات الجنسية ورد عليه حزب الحرية الوقف الهجرة بشكل كامل مكافحة الإسلام السياسي وتقليص المساعدات الاجتماعية للمرهاجرين ومنحها للمساويين فقط من وجهة نظرك عايز رأي حضرتك يترى أنه أقوى شعار لفت نظرك وشدك لموضوع الانتخابات وهنا بتقول الحزب ده أنا شايفه مكامل جان فضل تمام تحيات تحيات جميع السادة المشاهدين ومتابعين على النمسا ميديا طبعا فعلا مثل ما حكينا احنا هلا دخلنا بالجد فعليا الانتخابات بدأ كل حزب يعطي البلاكات أو يسمى اللافتات الخاصة بحملته وشعاراته الانتخابية طبعا فينا نقول تقريبا السادة مدوح كل حزب حافظ وراوح في نفس المنطقة التي هو بالأصل مصنف بها سياسيا يعني اليمين يمين واليسار يسار ويمين الوسط يمين وسط ويسار الوسط يسار الوسط مع محاولة للتذبذب للتذبذب حول هذه الموطيات يعني لو بدأنا بحزب الشعب حزب الشعب بمكافحة الإسلام السياسي ومخاصرة اللاجئين تصعيب الجنسية المستشار طبعا معتدنا على حزب الشعب دائما بهاي الشعارات أضف إليها أضف إليها الفيلم الأخير الذي شهدته النمسا الفيلم الحي والمباشر الذي شهدنا شهدنا أحداثه على شاشات الأخبار من ضمنها شاشة النمسا ميديا وهو العمل الإرهابي الذي يعني يقال أنه عمل إرهابي ولكنه فشل ولم يحدث الحمد لله الذي أضافه أضافه السيد كارل نيهامر من خلال يعني من خلال نفس الآلية اللي معودنا فيها دائما من خلال شعاراته والطريقة اللي بيشتغل فيها حزب الشعب موضوع موضوع مكافحة الهجرة العمل على دولة سالسة إجراءات اللجوء في دولة سالسة خارج الاتحاد الأوروبي حتى لا يختار ويشترط اللاجئين أين سيكون فعليا أين سيكون المكان الذي سيختارونه حتى يلجأوا فيه يعني تتعالج ملفات اللجوء خارج الاتحاد الأوروبي وبعدين يتم توزيعنا على دول الاتحاد الأوروبي هذا الشعب يعني كده يكون معني أن اللجوء يتقدم للاتحاد الأوروبي هو ليصنف نعم بعيدا فبالتالي هو ظل عند هاي النقطة الترحيل إلى سوريا إلى أفغالستان تخفيض صن المسئولية الجينائية حتى حتى 12 سنة طبعا إضافة إلى ذلك يعني النغم الجديد اللي بشكل مؤسف جدا جاء من هذا الحزب صراحة هو موضوع تصعيب الجنسية أكثر مطالبة بأن لا تكون قبل العشر سنوات مستوى لغة متقدم حتى بده يتأكد من مستوى اللغة الحقيقية يعني هذا هو تقريبا الصيغة الإجمالية لموضوع حزب الشعب طبعا في بعض الأمور الخارجية اللي بتتعلق ب بتتعلق بشي بزيادة أعداد الشرطة استثمار بالدفاع موضوع المؤهد اللي أقعتها النبسة مع الاتحاد الأوروبي مع ألمانيا موضوع أيضا اللي بدون يستبدوا طائرات بداءة اليورو فايتر اللي هي فعاليا كانت مرتبطة بقضية فساد بأدحكم حزب الحرية وحزب الشعب بأعتقد في بداية الألفية هذه الألفية الحالية طبعا يعني هذا هو المجمل نيجي على الحزب الاشتراكي استاذنا الحزب الاشتراكي يكشف على الخطة ويروف في حزب الحرية أنه قريب يعني عم يقولك أنه حزب الحرية فعاليا هو قريب جدا من أنه يوصل للانتخابات بحكم أنه هو خاصل يعني لما يصل لستة سبعة وعشرين بالمئة وأنا أرى سيحصل لما فوق أو ليستتجاوز وسيكسر إما سيصل لحدود ثلاثين بالمئة أو سيكسرها بصراحة طلا أعرب عندي لسباب للرئيس الحزب الاشتراك عن تفاعله بشأن إمكانية دخوله إلى مكتب المستشار خلال تقديمه الحملة الدعائية مبسوط شايفنا أحلاب الصورة واقف قدام المستشارية عم عم يستنى وحاطط أنه فورداني كندر ونفس الوقت مشان الموضوع البانسيون يعني المتقاعدين فبالتالي وبقي حزب الاس بيو أستاذ بمضوح بالمكان اللي هو موجود فيه طبعا اللي أضاف عليه هنيجي عليه بخبر لاحق هو هو مبادرة عمدة فيينا بموضوع المساعدات هنيجي عليه بشكل لاحق أما العنوان المثير بصراحة للانتباه واللي فعلا فينا نعتبره هو عنوانه الاصلاح ومكافحة الفزاة والمحسوبية حزب النيوز نمساوي يفتتع حملة الانتخابية هون شو قال لك الحزب شوف تاي سيدي الكريم هوني 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 نؤكد يوس خلال رطلة الحملة أن الشعب غير راضي عن السياسة الحالية المتنسلة في زيادة زيادة الديون والمحسوبية وتوزيع المناصب وإشارة إلى أن حزب السياسة النيوز منذ تأسيسه يسعى لتحقيق الاصلاحات ولكن هل يوجد من يسمع لا نعتقد يوجد من يسمع وأضاف أن الحزب مستحد لتحمل المسؤولية والقيام بالاصلاحات اللازمة نحتاج إلى قوة جديدة غير مستهلكة مستعدة لتبني الاصلاحات وأكد أن نمسا لا تستطيع تحمل تبديد عقد كامل عقد كامل دون تحقيق تقدم يعني بتقل لك الحزب النيوز نحن بآخر عشر سنين النمسا لم تتقدم هذا الكلام الصحيح هذا الكلام السياسي الحقيقي وأشارة بشكل خاص إلى أن معارضه لسياسة الديون التي تؤثر سلبا على الإنشاء القادمة كما شدد على أهمية انهاء المحسوبية وتشفيف مستنقعات الفساد وأكد على ضرورة إجراء إصلاحات في نظام التعليم بشكل عاجل نيجي على الطرزان هربت كيكل واللي عودنا دائما بحركاته البهلوانية واستخدامه للمفردات وللمصطلحات طبعا هو يعني لم يعلم بشكل كامل موضوع الحملة الانتخابية هو كان بلقاء على قناة الأوي في رسونسك وشن فيها مباشرة على موضوع عشن هجوم فيه على الحزب الشعب وعلى الحزب الخضر وإضافة للاشتراكي نعم وقال أنه أعرب عن معارضته لمراقبة تطبيقات الرسائل وقال أن هذه المراقبة قد تؤدي إلى تفتيش كل هاتف محمول وكل حاسوب شخصي طبعا هذا حسب رأيه وحسب اعتقاده موضوع مراقبة بعض وسائل اتصال أنا أنا بتقديري بتقييمي أنا أراهب صراحة شيء ضروري وبالغ الأهمية لأنه فيه نوع من الفوضى بكل من يستخدم وسائل التواصل هاي اللي حاصلة طبعا أكد هنا الخطاب اليميني والحالة الشعبوية التي تروق لكل مؤيد ومحبلي لحزب الف بي او الحرية فيما يطلق مساعدات الشمعي أبدأ كيكل رغبته في تقليصها للمهاجرين بحيث تملح فقط للمواطنين النمساويين وأكد أن حق التصويت هو امتياز خاص ويجب منح الأفضلية المواطنين بهذا الشأن يعني مصر سيد كيكل على استحمار الشعب النمساوي واستحمار الناس ما بيعرف السيد كيكل أنه النمسا هي دولة دولة قانون ودولة مواطن ودولة احترام كل الأشخاص الموجودين فيها فبالتالي هاي الشعرات اللي بيطلقها هاي غير قبل للتطبيق هاي موجودة بالدستور النمساوي هاي موجودة ضمن قيم معطيات الاتحاد الأوروبي مش كلمة أنا بدي أعمل وعادة عاجبني مش عاجبني دائما أي إعجاب وعدم إعجاب بتبجح فيه وبتفوه فيه أي حزب السؤال كيف ستنفذ على أي أساس ما هو المستند القانوني ما هو الداعي ما هي المعطيات التي ستساعدك على هذا الشيء أي بس لو فيه هو دلوقتي نسبة لو دي شعراته وفيه مجموعة من الناس انتخابته يبقى الناس بتتبنى شعراته تتبنى شعراته يعني فيه ناس وقفة الناس موافقة هل هذه الشعرات قبل التطبيق هنا السؤال سيد الكريم أنا أريد أن أطير غدا إلى القمر إلى قمر ماشي طيب كيف أطير والله ما بأي بس أنا أطير القمر القمر يقال عنه جميل جدا وأنا سأطير القمر تسألني كيف تطير للأمر لكن أنا هدفي أطير للأمر إمتى خلال خمس سنوات طيب كيف بدك أطير شو هي الآليات على أي ساتذك أطير والله أفكر أركب سيارة وركب لجنحي هاي المعطيات هاي الطريقة يا سيد الكريم اللي بتخاطب فيها بتواصل فيها السيد هربيت كيكل مع الأشخاص هذا طبعا أصار طبعا بنفس الوقت على موضوع الترحيل إلى سوريا وأفغانستان وإلغاء اللجوء يعني على ما يبدو لسات المصرين على استوانت يعني إنشاء علاقات مع نظام الإرهاب هو بيطالب بمنع اللجوء بالترحيل ومنع اللجوء وإنه اعتباره طبعا هذا الخبر سنأتي عليه بشكل لاحق طبعا حزب الخضر خزب الخضر باعتباره يعني كل الاستطلاعات الرأي استطلاعات بتقولوا هذا شي طبعا هو ذهب يعني مع السيد فيرنا كوغلر ووزير تمناخ نيويورك فيسلر وألمى زاديتش ويوهان سراو خلنا فعليا اللي هنه حيكونوا ضمن الحملة الانتخابية واللي هم ممكن يبقوا ضمن ضمن بس بطبر القائد هو نعم هذا الكلام صحيح فيرنا كوغلر إنسان متحدث جدا بصراحة وعنده صار خبرة كتير كبيرة بالسياسة وفعليا هو يعني خلينا نقول عبر مرحلة صعبة جدا أثناء مفاوضاته مع سيباسين كورتس اللي تم عزله بمرحلة المراحل أو استقال سميها ما شئت وتعامل مع وألزم وأجبر حزب الشعب فعليا على أن يعفي سيباسين كورتس ويأتي بالسيد كارل الحامر إضافة إضافة لتأثيره بالعديد من القوانين والأنظمة فعليا يعني فعليا حزب الخضر كان في الخمس سنوات الماضي يا أستاذ مدوح هو بيضة القبان كما يقال وهو قدر يعمل توازن كتير كبير بالمشهد السياسي النمساوي وهذا الشيء على الرغم من الاختلافات اللي موجودة في الاعتلاف على الرغم من كل الاختلافات ولكن تخيل تخيل أن حزب الخضر يا أستاذ غير موجود ضمن معادلة الحكومة الحالية صراحة الوضع سيكون طيب فعليا أنت كده فلنتل الأحزاب الخمسة ما جوابتنيش لكن على سؤالي أنهي شعار من الشعارات دي من وجهة نظرك ممكن يسمع مع الناخبين حزب النيوز حزب النيوز حزب النيوز صراحة ما يقول فيه وتفضل فيه العاقلون والغير مؤدلجون والغير يعني صراحة والغير شعبويون من الممكن جدا أن يذهبوا إلى النيوز في حال كان للنيوز خطة حقيقية في معالجة الفساد السيدة بياتا رايزينجر رايزينجر نعم رايزينجر رئيسة بياتا رايزينجر كان لها بصراحة يعني هي إمرأة قوية حقيقة هذا الشيء إمرأة قوية وقبلها كان السيد ماتياس شتولز أعتقد صحيح شتولز ولكن مع الأسف كان قوي وكان منبأ بهذا الشخص لأن يذهب بهذا الحزب إلى الأحزاب إلى الأحزاب العليا ولكن تم ابتزازه سيدي الكريم تم ابتزازه وتم محدة بيعرف شو اللي صار أما الزلمة أنا أعرفه صراحة وقابلته كان طاير قصاروخ السيد ماتياس شتولز كان طاير قصاروخ موطيات حزب النيوز هو حزب نظيف إلى حد كبير للغاية وفعلا هو حزب حداثي حزب متطور قابل لأن يتعامل مع كل شيء محب للأجانب غير عدواني عملي بناء يريد يريد إدماج اللاجئين يريد إيجاد فرص عمل يريد إخراج النمسا من المستنقع السياسي يريد مساعدة أن كل نمساوي وكل شخص فعليا أنا لو أستطيع التصويت كنت لأصويت لأنيوز نعم طيب خلينا ناخد تعليق للأستاذ ناصر الحي أستاذ ناصر بيقول ليت أيوه هنا هو هذا بديته ليت شعرات حزب الحرية النمساوي الذي يوصب بأنه وريث الحقبة النازية والمتهم بالتطرف والعنصرية والتحريد على معادات اللاجئين على وجه الخصوص ليت الأمور ستبقى حبيسة الشعرات ولكن الوضع جدا خطير والتحريد الممنهج الذي ينتهجه هذا الحزب قد يؤدي بالمتأثرين بهذا قد يؤدي بالمتأثرين بهذا كمان قال أستاذ ناصر الخطاب المقزز وعشاقه والذي ينضح بكارهية الآخر المختلف عنه إلى اللجوء إلى العنف وارتكاب الجرائم ضد الفئة المستهدفة وهي فئة اللاجئين وسيشعر المجرب بأنه بطل قوم يدافع عن وطن من الغزو الأجنبي على وعلى أنه سيشعر بأنه محمي من قبل هؤلاء الساسة وأصحاب النفوذ الذين يتبنون أيدولوجية التفوق العرقي سأكتفي لأن المقام هنا لا يتسع للإسهاب رأيي حضرتك في تعليق الأستاذ ناصر الحيق تحية الصديق أستاذ الصحفي المستقل ناصر الحيق يعني بصراحة الموطيات كلها بتشير يعني صحيح يوجد شعارات يوجد شيء قابل للتنفيذ يعني نحن صار بتصور صار كتار يعني الجيل الأول والثاني والآخر عشرين سنة صار في معاصرة لوصول اليمين للنمسا هذا الشيء ليس بالجديد بصراحة البلد هون بلد قانون بلد مؤسسات الأمور ما بتمشي بطريقة بطريقة فوضوية يعني إجا اليوم بكرة بسن قوانين وأنظمة وشيء محدد يعني حيقدر مباشرة يعملوا الأمور ما لا بهذه السهولة أي شيء بدي يكون موافق للدستور موافق للقوانين في قبول شعبي فبالتالي أكيد أكيد شعاره وخلفيته اللي تفضل فيها يعني شعارات الف بي او شعارات حزب الأحرار أو الحرية يعني فعليا فعليا هي واقع هي واقع هي موجودة ولكن مع الأسف مثل ما حكينا هل هي قابلة للتنفيذ غير قابلة للتنفيذ شفنا كتير أمور حكوها سابقا مرارا وتكرارا غير قابلة للتنفيذ